اشتركوا في القناة في الجمجمة من ضابط أبيض لرجل أسود السبب قطع الشارع من غير النمر المشاه المشروع الثوري الجامع مبادرة معارضة مصرية من خارج ما الجديد فيها؟ كل ذلك وأكثر في هاشتاك تتابعنا في نهاية المطاف هذه مسئوليتي لذلك كانت هناك مجموعة من التساؤلات حول فصل الموظفين لقد بدأت هذا المكان أنا أديره وأنا المسؤول عن ما يحدث لها بحسم شديد رفض مؤسس فيسبوك فصل أو معقبة أي موظف بعد فضيحة تسريب بيانات 50 مليون مستخدم واستخدامها لأغراض سياسية لكن الحقيقة إن الرقم الحقيقي تضاعف ليصل إلى 87 مليون حساب مسرب وهو ما يناهز مجموعة سكان الإمارات الأردن لبنان تونس المغرب وعمان مجتمعين سارعت كيمبريج أناليتيكا بنفي صلاتها برقم جديد معلنة بأنها حصلت فقط على معلومات 30 مليون شخص وليس 87 مليون شخص من صاحب التطبيق الأصلي وأصرت مرة أخرى على إنها حذفت جميع السجلات فيسبوك بدأ بالفعل بتجميد التطبيقات التي تستخدم بياناتها كطرف ثالث ولعل أشهر المتأثرين كان تطبيق التعارف الأكبر في العالم تندر الذي اعتذر لمتابعيه بسبب عطل فني لعلك سمعت بهجوم مسلح على يوتيوب قبل يومين لكن هل سمعت عن مقتل وإصابة أكثر من مئة شخص معظمهم أطفال في غارة جوية على مدرسة تحفيظ قرآن في أفغانستان؟ لا تخجل من قولي لا فحتى الحكومة الأفغانية لم تعترف حتى ساعات قليلة بالمجزرة التي ارتكبتها قواتها الجوية حتى الآن ألم المتحدة تحقق ولا أرقام رسمية ولا عقاب للقاتل الداعي المصري محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف وعضو مجلس الشورى السابق غرد قائلا غارة جوية استهدفت أمس مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم أثناء حفل التخرج في مدرية داشت أرتشي بولاية قندوز وأدت لاستشهاد مئة وإصابة أكثر من مئتين من الطلاب والأطفال والمعلمين والآباء وسكان المنطقة وسط تجاهل إعلامي فاضح حسب تعبيره مستخدمان هاشتاغ مذبحة قندوز مذبحة حفظة القرآن مذبحة الأطفال في أفغانستان بالطبع لا صور موثقة ولا معلومات دقيقة بسبب الصمت الدولي الخجل الحكومي والتخاذل الإعلامي لكن هذه الصور انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرة قصف حفاظ صغار أنقياء في حفل تكريمهم ليصبحوا مجرد رقم يطوى في صفحات تويترية خجولة لليوم الثالث على التوالي تغلق مدارس ولاية أكلهما وينضم إليها ولايات كنتكي وغرب فرجينيا فيما وصف بالثورة الحمراء من المعروف أن هذه الولايات تصوت بأغلابية ساحقة للحزب الجمهوري وصوتت باكتساح لترامب لكن المدارسين هناك ضاقوا ذرعا بتخفيض ميزانية التعليم والأجور المتدنية يذكر أن مدارسي أكلهما يتقاضون أقل الأجور على مستوى الولايات المتحدة والكثير منهم يعمل في ثلاث وظائف لتأمين المعيشة لنتابع الآن جانبا من مظاهراتهم إذن هذا جانب من مظاهرات أكلهما التي تخطط الألاف حاكمة أكلهما ردا على هذه المظاهرات وصفت المعلمين بالمراهق الذي يحتاج ليحصل على سيارة جديدة بالطبع زاد تصريحها من اشتعال غضب المعلمين الذين تصنف رواتبهم بين الأدنى في الولايات المتحدة الأمريكية لنتابع بعضا من التعليقات هذا التعليق صاحب هذا التعليق روبرت كتب قائلا كل ولاية حمراء في الغرب الأوسط مفلسة فعليا بما في ذلك أكلهما ليس لدى الجمهوريين أي فكرة عما يفعلونه الاستثمار في التعليم تطلب الاهتمام بالفوائد على المدى الطويل لسوء الحظ لا يهتم الحزب إلا بمقدار ما يمكنهم الحصول عليه لأنفسهم في الوقت الحالي هل سبق وأن مشيت في شارع خاو من السيارات في ساعة متأخرة من الليل في غير ممر المشاة؟ بالطبع هذا خطأ ويستحق مخالفة في أمريكا لكن جوني تعرض للركل، الصعق، الخنق، وكسور في الجمجمة، ونزيف بالوجه نتيجة عنف مبالغ من الشرطي الذي حاول إصدار المخالفة أجبرت الحادثة الضابط على تقديم الاستقالة قبل إقالته لاستخدام العنف المفرد الشهر الماضي ألقي القبض على نفس الضابط بعد استقالته بتهمة الاعتداء على ضحية جديدة عن طريق الخنق نحذر مشاهدي الأعزاء يحتوي الفيديو التالي على محتوى عني وإلى نقاش اليوم فاز السيسي برئاسة ثانية ضد معارض واحد وفي الأصل من مؤيديه بعد أن احتجز الجميع هنأه المجتمع الدولي صمت البعض وثلة من الباحثين وصفت الانتخابات بالهزلية هذه مصر الآن فأي أمل يعلق على المعارضة؟ وهل لها من صوت يسمع داخليا أو حتى خارجيا؟ نناقش اليوم مبادرة جديدة تقدمها حركة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم ما جديدها؟ وأي أمل يتعلق بها؟ هذا ما ستجيب عنه ضيفتنا اليوم سيدة ميسى عبداللطيف نائبة منسق حركة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم وهي تحدثنا من لندن أهلا وسهلا سيدة ميسى أهلا وسهلا أستاذ عمدوزي حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك يمكن متابعين كتير دلوقتي هم يتابعوا هذه الفقرة بمجرد ما سيسمعوا كلمات زي معرضة مصريين في الخارج بعد انتخابات السيسي سيغيروا القناة السبب في ذلك أنه في حالة فقدان أمل في حالة تسليم بالأمر الواقع يعني تختلف المسميات إيه اللي يخلي المشاهد اللي ممكن يغير القناة دلوقتي يفضل يتابع هذه المبادرة وإيه الجديد في هذه المبادرة طبعا لا ألوم على هذا المشاهد فعلا إذا أغير القناة بسبب يعني أنه يسمع حاجة زي كده المبادرة دي مش مبادرة يعني جديدة هي قديمة من بعض الانقبلة مباشرة طبعا فكرنا فيها كمصريين في الخارج لتجميع أو يعني تجميع الجهود وتجميع المصادر سواء مادية أو معنوية أو تقنية أو كل حاجة يعني لكن هو الجديد فيها أن طبعا الانقلاب عدة بمحطات تانية يعني غيرت وجه الصراع ما بين يعني كنا بنقاوم انقلاب عسكري على شرعية دلوقتي إحنا بنقاوم شخص منقلب بيسلم البلد تحت يعني الاحتلال المباشر أو غير مباشر يعني كنا بنقول قبل كده الذين سبقوا في الحكم كانوا يعني متواطئين عندهم نسبة عمالة بيقدموا يعني بيقدموا تنازلات ممكن ما نكونش محتاجينها لكن كان فيه خطوط حمراء الانقلاب دلوقتي خلال السنتين اللي فاتوا عدى بمحطات خطيرة جدا يعني أكبر ثلاث محطات إحنا نقدر نقول إن هي دي ألزمتنا بإن إحنا لازم كنا نفكر للرجوع تاني بالمبادرة يعني إن إحنا نجمع الجهود وليبتدي تنظيم حركة مقاومة هذا الانقلاب وخليني أسميها مقاومة وليس وليس معرضة بالضبط كده فطبعا عندنا ثلاث محطات مهمين جدا منها قبل بحضيك تتكلمي على الثلاث محطات محطات وبالتأكيد هنذكرهم بكل تفصيل حضيك ذكرتي كلمة مقاومة وكلمة احتلال كثير سيقف عند هذه المصطلحات لأنه عن أي احتلال تتحدثون هذا الرجل جاء بصناديق المصريين صوتوا سواء اختلفنا عن نسبة التصويت أو اختلفنا على السياق بتاعها لكن هذه الدورة الثانية له والمجتمع الدولي بأسره يعترف بهذه الانتخابات أي مقاومة نتحدث عنها الآن ومن سيصدق هذه المصطلحات التي من ضمنها مصطلح الاحتلال بالضبط كده لأنه هو فعلا احتلال إسرائيلي يعني هو بيقدم كل شيء في صالح إسرائيل كل حاجة بيقوم بها كل خطوة كبيرة بيقوم بها هي في صالح المحتل الإسرائيلي أو في صالح دولة إسرائيل مش لازم إسرائيل تيجي بتجنودها أو بتيجي بجيشها تكون موجودة عندنا لأنها يصعب عليها هذا الأمر نحن طبعا الشعب المصري تعداده 100 مليون فده شيء صعب جدا على إسرائيل فكان أسهل حاجة هو تنصيب رئيس يدي كل حاجة لإسرائيل طيب هذكرت تلت نقاط تفضلي التلت نقاط الأهم طبعا تسليم الجزر تيران وسرفين ودي جزر استراتيجية يعني تؤهل السفن الإسرائيلية أنها تعدي من هذا المضيق دون مضايقات من الإدارة المصرية أو الحكومة المصرية تاني حاجة التسليم حقول الغاز مش ممكن يعني أن تسليم مقدرات البلد تتسلم يعني يعني الحقول الغاز اللي تبعد عن مدينة المنصورة بـ 100 كيلو تسلم إلى قبرص واليونان وهي تبعد عن شواطئهم 250 كيلو يعني وأمعن في هذا التسليم وأكد عليه أنه لازم يتم تاني التالت حاجة وأهم حاجة وأهم حاجة مصادر الماء الشعب المصري دلوقتي مرهون بشربة الماء الشعب المصري لو قام أو انتفض ضد هذا الرجل ستتقفل عليه هتتقفل عليه حنفية الماء ومش هيلاقي شربة الماء أنا متكلمة على سد النهضة بالمناسبة السامة الموافقة على تعبئته النهاردة هذا الخبر هذا العنوان ربما في سؤال أخير إن أنت سعى الوقت هذا العنوان من صحيفة اليوم السابع دندراوي الهواري بيقول إلى تايمز والجارديون واليكونومس والواشنطن بوست طوز فيكم هذه الرسالة أتوقع أنها ليست موجهة إلى الصحافة لكن هي موجهة بشكل عام لكل من يعارض السيسي هتردوا على الرسالة دي إزاي وإزاي يمكن تغيروا من هذا الواقع الذي ترون فيه مشكلة كبيرة جدا وتستحق المقاومة على حد تعبير طبعا الرسالة الإعلامية دي أهم شيء يعني هي دي أول نقطة في العمل التنسيقي اللي بنفكر فيه أو اللي إن احنا هتلله المشروع بتاعه اللي هو توحيد الرسالة الإعلامية اللي بتوصل للشعب المصري في صورة في صورة توعاوية صالحة بحيث تخلي الشعب مستعد للانتفاض ضد هذا الانقلاب أو ضد هذا أنا مش عايزة ساميه دلوقتي انقلاب عسكري أو حكم عسكر هو شخص عميل بيحكم مصر شخص عميل وأفصل بينه تماما وبين الجيش المصري هو بيعتمد على زمر قليلة جدا وقتل صلبة قليلة جدا من حوله بيبخأ بيشتريها بالأموال الباهزة وما بيستخسرش فيهم أي أموال لكن جسم الجيش هو جيش شعب مصر هو مكون من الشعب المصري الشعب المجند في مصر فهو أنا مش عايزة أقول دلوقتي هو يعني ولازم يكون الفصل وليس أقول عليه حكم لكن المشكلة الحقيقية أنه الرئيس عبدالفتاح سيسي بحكم الأمر الواقع لا يستند إلى حزب سياسي وظهيره بشكل أساسي هي المؤسسة العسكرية وهذه هي المشكلة الأكبر في الجدل السياسي أو حتى مع المؤسسة العسكرية هو هذا ما يريد السيسي أن يصدره إلينا أن الجيش هو عشيء واحد وده اللي لازم نوعي به الشعب وهذا جزء من بيانات المبادرة التي ذكرتها والتي بالطبع سنتيح لمتابعين العزاء الاطلاع عليها عبر موقع وصفحة برنامج هاشتاك شكرا جزيلا لحذيك سيدة ميسا عبداللطيف منصق عام حركة مصريون بالخارج حول العالم وشكرا متواصل لكل متابعين في هذا البثء المباشر هذا كل ما لدينا اليوم في هاشتاك وأنتم صاحب القرار والحكم في هذه المبادرات نترككم في رعاية الله وأمنه إلى حققت الغد بإذن الله تعالى